اشتركوا في القناة المتحدد الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اعرب عن تطلعه لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات اسلامية عريقة تتحلى بالمصلاقية على المستويين الاقليمي والدولي ومن جهته اعرب امين عام منظمة التعاون الاسلامي عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر من اجل تعزيز التضامن بين الدول الاسلامية اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر يعد احد الركائز الاساسية للخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ واهداف التنمية المستدامة جذلك خلال كلمته في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية حيث توجه مدبولي بالشكر لجميع المشاركين في فعاليات المنتدى المصري الروسي لافتا الى ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود حيث تجلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر شهد وزير الموارد المائية والرئي الدكتور محمد عبد العاطي الاحتفال الشعبي بمناسبة افتتاح خزان حصاد مياه الامطار الذي انشأته مصر في مقاطعة ليتندو الاغندية كما التقى عبد العاطي في ثاني ايام زيارته لاغندا مع وزير المياه والبيئة ووزيرة الدولة للبيئة في اغندا حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وموقف المشروعات الجارية خاصة مشروع سدود حصاد مياه الامطار الذي يتم تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية قرر المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية في السودان تشكيل قوة مشتركة رادعة تكون لديها سلطات واسعة في ضبط واحتوائي وحسم اي انفلاد وجمع السلاح جاثلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني كما شدد المجلس على الضرورة ان تقوم الاجهزة الامنية بدورها في حفظ الامن وحماية المواطنين وممتلكاتهم اعرب الرئيس الامريكي جو بايدن لنظيره الروسي بلاديمير بوتين عن قلق الولايات المتحدة الشديد وسائر الشركاء الاوروبيين بشأن التحركات الروسية على الحدود الاوكرانية داعيا بحسب بيان للبيت الابيض الى وقف التصعيد والعودة الى ديبلوماسية بينما قال بيان لرئاسة الروسية الكريملين ان ازمة اوكرانيا كانت موضوعا سائدا في المناقشات بين الرئيسين حيث اعرب بوتين عن مخاوفه بشأن الاجراءات الاستفزازية لكييف دعت منظمة الصحة العالمية الى توفير حماية افضل للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين خمسة واربعة عشر عاما من فيروس كورونا عبر توفير اللقاحات لهم وافادت المنظمة بانها تخشى حدوث خمسمائة الف حالة وفاة اضافية بحلول الربيع حيث توفي اكثر من مائة وعشرين الف شخص قراء فيروس كورونا منذ اطلاقها هذا التحذير الشهر الماضي حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المتحور الجديد لوباء كورونا اوميكرون مؤكدا انه اكثر قابلية للانتقال من متحور دلتا واضاف جونسون في تصريحات خلال رئاسته الاجتماعي مجلس الوزراء البريطاني ان هناك مؤشرات مبكرة على ان البديل الجديد اكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا القاتلة اكد كبير علماء البيت الابيض انتوني فوتشي ان تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد اوميكرون سيستغرق اسابيع وقال فوتشي ان المؤشرات الاولية تدل على ان شدة متحور اوميكرون ليست اسوأ من سابقاته بل قد تكون اخف مضيفا ان اوميكرون ربما يكون اكثر عدوى من متحور دلتا ورياضيا تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري بهدف لمثله وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة والاخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب وتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الرابعة حسب قواعد اللعب النظيف تواجه المنتخب الاردني في الدور المقبل بينما احتلت الجزائر المركز الثاني لتواجه المغرب لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب هذه تحياتي لو ايابوزة شكرا اعطيب المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة